بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكو أعزائي طلبات وطلبات الصف الثالث الإعدادي ومع مراجعة مادة العلوم تحت إشراف ورعاية وزارة التربية والتعليم كنا بدأنا حل نماذج انتحانات وبدأنا المراجعات لمادة العلوم بعد ما انتهينا من شرح المنهج كله مع بعض بالنسبة للترم الأول النهاردة هنخصص في حلقتنا مراجعة بس للوحدة الأولى والوحدة الثانية فقط وإن شاء الله الحلقة اللي جاية هتبقى للوحدة الثالثة والوحدة الرابعة فحاولنا على قدر الإمكان نحن نجمع أكتر قدر من الأسئلة اللي ممكن إن شاء الله تبقى نماذج أسئلة واقعية لامتحانات بتاعتنا إن شاء الله تعالوا مع بعض كده نشوف الجزء الأول من الأسئلة بتاعتنا الجزء الأول بيقول أو سؤال الأول من الأسئلة اختر الإجابة الصحيحة هنشوف مجموعة من الأسئلة وهيدنا مقترحات لبعض الإجابات وإحنا هنبدأ نختار الإجابة الصحيحة من الإجابات المعروضة عليها السؤال الأول بيقول وحدة قياس السرعة أفكركم إحنا الوحدة الأولى كانت بتتكلم على الحركة والحركة ضمت وصفها عن طريق السرعة وكمان أخذنا السرعة المتوسطة أخذنا السرعة النسبية واخذنا وحدات القياس اللي بنتعامل بيها لما بنيجي نحسب السرعة لما بيتحرك الجسم أي غير موضوع حركته من مكان لمكان تاني فجاي دلوقتي سؤال بيقولي وحدة قياس السرعة يطرق وحدة قياس السرعة متر في ثانية ولا متر على الثانية ولا متر على الثانية تربيع طيب أنتوا فاكرين السرعة أصلا بتساوي إيه؟ أيها السرعة بتساوي مسافة على زمن مش كده؟ لما أجي أحسب سرعة الجسم المتحرك بقول أن عين بتساوي فيه على زين معنى كده أنه هيبقى متر على الثانية ودي هي الإجابة بتاعتنا زي ما ظهرت قدامكم طيب السؤال التاني بيقول وحدة قياس العجلة وإحنا تكلمنا برضو عن العجلة وقلنا هي التغير في السرعة لما الجسم يبقى متحرك بسرعة معينة ويبدأ يغير في سرعته فقلنا أن مقدار التغير في السرعة هو تعريف العجلة طيب يا طرى وحدة قياس العجلة هتبقى إيه؟ فقال أنا عندي متر على الثانية ولا متر في ثانية ولا متر على الثانية تربيع طيب ارجع لتعريف العجلة هتلاقي أن العجلة لو قلنا مقدار التغير في الإيه؟ في السرعة يبقى إذا أنا عندي التغير في السرعة يبقى إذا أنا عندي سرعة بوحدة قياسها اللي هي المتر على الثانية وكمان هذا التغير بيحدث في زمن معين يعني فيه تايم تاني هيتإسم عليه يبقى في الحالة دي هتبقى إيه متر في الثانية تربيع بزبط كده يبقى وحدة قياس السرعة زي ما قلنا متر على الثانية أما وحدة قياس العجلة متر على الثانية تربيع ودي الإجابة تم اختيارها طيب تعالوا نتكلم على الإزاحة وبيقولي إن الإزاحة كمية فيزيائية وحدة قياسها إيه؟ فاكرين الإزاحة؟ طيب تعالوا نشوف كده الاختيارات بتاعتنا بتقول هل هي وحدة القياس عندي متر؟ ولا متر على الثانية؟ ولا متر في الثانية؟ يا طرق وحدة القياس هنا إيه؟ أخذين بالكم السؤال كله تقريبا بيتحدث عن وحدات القياس اللي قلنا دايما وإحنا بنحل المسائل يا أولاد نراعي وحدة القياس كويس قوي علشان المتغيرات أو النتيجة بتاعت المسألة ما تطلعش معاك خطأ فهنا الإزاحة كمية فيزيائية وطبعا كمية متجهة مش كده وحدة قياسة هي إيه؟ هي المتر لأن الإزاحة يا أولاد بنقول إن هي أقصر خط مستقيم بيصل ما بين نقطة البداية ونقطة النهاية بالنسبة لحركة الجسم يبقى في الحالة دي الإزاحة زيها زي المسافة في وحدة القياس يبقى هنا بالمتر وهنا كمان بالمتر يبقى الإجابة بتاعتنا متر زي ما احنا شايفين اللي اختياره طيب تعالوا نكمل أسئلتنا برضو فيه الاختيار من متعدد فبيقول لي مقدار تغير سرعة جسم متحرك في الثانية الوحدة مقدار تغير سرعة جسم في الثانية الوحدة يا طرق بتساوي إيه؟ بتساوي السرعة المتجهة ولا بتساوي الإزاحة ولا بتساوي العجلة لسه من شوية نفس سؤال اللي فات لما تكلمنا عن وحدة القياس قلتلكوا التعريف دوا بتاع منه؟ أيوة بالضبط كده هي العجلة تمام واختياراتكو تمام مصبوطة طيب تعالوا نشوف سؤال كمان بيقول يكون الجسم متحرك بسرعة منتظمة منتظمة أو ثبتة وعرفنا يعني إيه منتظمة أو ثبتة؟ عندما يا طرق إيه اللي بيميز حركة الجسم بحيث أن أنا أقول هذا الجسم يتحرك بسرعة منتظمة أو بسرعة ثبتة قال لي لما الجسم يتحرك بعجلة منتظمة أو يتحرك بعجلة تساوي الصفر ولا يطرق يقطع مسافات متساوية في أزمنة غير متساوية هنا هتقف عن السؤال دا شوية وتفكر أنت عايز مني إيه؟ أنا عايز دلوقتي أقول إمتى الجسم يتحرك بسرعة منتظمة برجع كده لتعريف السرعة المنتظمة أن الجسم فعلا يقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية طب التعريف دا عندي بيش موجود في الاختيرات الثلاثة اللي موجودين دي يبقى يا طرق أنا هنا هاختري الإجابة بتاعتي إيه؟ بقوله آه الجسم يتحرك بسرعة منتظمة معنى كده أنه هو مفيش تغير في سرعة الجسم معنى كده إيه؟ معنى كده أن العجلة بتاعتي بتساوي صفر مش إحنا لسه من شوية قايلين السؤال اللي قابليه على طول مقدار التغير في سرعة الجسم هي عبارة عن العجلة؟ طيب أنا بقول دلوقتي أن الجسم بتاعي بيتحرك بسرعة منتظمة سرعته سبتة معنى كده أن هنا مفيش أي مقدار للتغير مفيش تغير في السرعة معنى كده أن العجلة بتاعتي بتساوي صفر يبقى أولاد لما ييجي في الاختيارات ويحط لكم بعض الجمل مش بالزبط هي نفس الجمل أو التعريفات اللي موجودة ولكن من مفهومها أنا أقدر أوصل لإجابة السؤال يبقى على طول أخد بالي من حاجة زي دي يبقى هنا ما ييجي يقول لي سرعة منتظمة تعرفها مش موجود أو التلت جمل دول يعني أنا مش شايف أن هم بيدوني تعريف لسرعة منتظمة أعرفها إزاي؟ قال لي آه هنا ما تدي الجملة في الاختيارات بتقول أن بيتحرك بعجلة تساوي صفر أو ما هي كلمة العجلة دي؟ يعني معنى كده أن الجسم ما بيغيرش سرعة يبقى إزا إيجابتي هتكون من هذا بإيه الاختيار تمام؟ طيب إحنا طبعا وإحنا بنراجع زي ما أنتم عارفين بنحاول ندي نذكركم بالتعريفات وأهم الحاجات اللي إحنا أخدناها سواء كانت في الوحدة الأولى أو وحدة التانية بالنسبة لكلامنا النهاردة يعني في الدرس بتاعنا النهاردة طيب تعالوا كمان نستكمل ونشوف الجسم المتحرك بعجلة منتظمة يا طرى هيعمل إيه؟ يا طرى هتكون سرعته النهائية أكبر من سرعته الابتدائية سرعته النهائية أكبر من سرعته الابتدائية تتغير سرعته بمقادير متساوية في أزمنة متساوية وغزين بالكو تتغير سرعته بمقادير متساوية في أزمنة متساوية ولا يقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية أولا أنا بتكلم عن العجلة المنتظمة فخلينا نتفق في الأول إن العجلة المنتظمة هيكون فيها مقدار للتغير صح؟ في مقدار للتغير في السرعة بيحدث أدام هنا فيه كلمة العجلة تمام؟ طيب إمتى العجلة بتاعتي تكون اللي بيتحرق بيها الجسم أو الحركة المعجلة بتاعت الجسم دي تكون منتظمة بزبط كده إن هو يبدأ الجسم يغير من سرعته ولكن بمقادير متساوية يعني دلوقتي أنا كل دقيقة سرعتي بتزيد 2 متر على السنة كل دقيقة تزيد سرعتي 2 متر على السنة كل دقيقة تزيد ده أو بالنقصان يعني ممكن التغير ده يحدث بالزيادة أو بالنقصان يعني أنا كنت طالع على سرعة 100 بعد شوية بقت 80 بعد شوية بقت 60 بعد شوية بقت 40 بتتناقص السرعة بمقادير متساوي يبقى إما تزداد بمقادير متساوية أو يحصل تناقص في السرعة بمقادير متساوية في أزمنة متساوية في الحالة دي هقول إن الجسم بتاعي بيتحرك بإيه؟ بيتحرك بعجلة منتظمة وقادي الاختيار بتاعنا أهو تتغير سرعته بمقادير متساوية في أزمنة متساوية العجلة كمية فيزيائية إحنا خدنا الكميات الفيزيائية أولاد نوعين كمية فيزيائية قياسية وكمية فيزيائية متجهة بالضبط كده طيب هنا بقى ما يتكلم على العجلة أقوله العجلة بتاعت يطارها هل هي متجهة ووحدة قياسها متر على الثانية تربيع أنا أشوف الاختيرات الأول ولا متجهة ووحدة قياسها متر على الثانية ولا قياسية ووحدة قياسها متر على الثانية تربيع يبقى في الحالة دي هقوله العجلة إحنا خدناها من الدرس بتاعنا ووضح لنا الدرس بتاعنا كويس إن هي كمية متجهة إن هي كمية متجهة وبالتالي برضو من ضمن الأسئلة اللي جاوبنا عليها من شوية إن وحدة قياسها هي المتر على الثانية تربيع يبقى في الحالة دي أولادها هيبقى يختيارنا بالنسبة للعجلة هي كمية فيزيائية متجهة وحدة قياسها هي المتر على الثانية تربيع نيجي لسؤال اللي بعد كده وهو برضو اختيار من متعدد فبنلاقي بيقولي هنا سيارة تتحرك في خط مستقيم تمام؟ بحيث بتقطع مسافات كلية مسافة كلية ومديها الرمز فيه ما بين قسين زي ما احنا شايفين في زمن كلي اللي هو زين فإن السرعة المتوسطة للسيارة عايز يحسب السرعة المتوسطة للسيارة هنا من العلاقة عين بتساوي يطرى هي فيه على زين ولا فيه في عين ولا زين على عين نرجع نعرف اصلا ايه هي السرعة المتوسطة احنا قلنا لما الجسم يتحرك عدد مسافات وكل مسافة يقطعها في زمن معين يبقى اذا هنا عندي الجسم يتحرك بايه؟ بمسافات بيقطع مسافات مختلفة كل مثلا دقيقة بيمشي عشرة متر في دقيقة التانية ميشي سبعة متر في دقيقة التالتة ميشي اتناشر متر يبقى اذا هنا بيغير سرعته المسافات المقطوعة هي كمان بتتغير ولكن بيصل في النهاية في زمن معين بقطع هذه المسافات كلها في الحالة دي قلت ايه؟ قلت لما حب احسب السرعة المتوسطة هابدى اقول ايه هي المسافة الكلية اللي قطحها الجسم عندي وايه هو الزمن الكلي اللي قطع او استغرقه الجسم في قطع هذه المسافات يبقى في الحالة دي لما يديني رمز المسافات الكلية اللي قطحها الجسم او المسافة الكلية اللي قطحها الجسم رمز فيه ويديني الزمن الكلي بتاعي زين يبقى في الحالة دي هقوله ايه؟ السرعة بتساوي مسافة على زمن يبقى إذن السرعة المتوسطة بتاعتي هتساوي إيه؟ هتساوي السرعة المسافة الكلية اللي تحركها الجسم على الزمن الكلي لهذا اللي استغرقه لقطع هذه المسافة يبقى هنا زي ما احنا شايفين لما أجي أحسب السرعة المتوسطة طيب بيقول لي هنا سؤال تاني وبرضه اختيار من المتعدد وبيتكلم على السرعة النسبية فبيقول سيارة إذا كانت السرعة النسبية لسيارة هي عشرين كيلو متر خد بالك هنا مطلع مين؟ مطلع السرعة النسبية بالنسبة لمراقب يتحرك بسرعة أربعين كيلو متر على الساعة في نفس اتجاهها طيب فإن السرعة الفعلية للسيارة نقط كيلو متر على الساعة هو هنا حسب السرعة النسبية مباشرة ما بيقول لكش حسب لي السرعة النسبية ده بيقول لي أنا جبتلك السرعة النسبية لسيارة بالنسبة لسيارة تانية بتتحرك في نفس الاتجاه طلع لي السرعة النسبية عشرين طيب الجسم اللي كان مراقب أو سيارة المراقبة للجسم الآخر وكانت بتتحرك كانت سرعتها أربعين كيلو متر على الساعة طيب مش إحنا اتفقنا أن في السرعة النسبية لو كان الجسمين المتحركين بيتحركوا في نفس الاتجاه كنت بعمل إيه؟ كنت بقول إن السرعة النسبية هنا بتساوي الفرق ما بين سرعة الجسمين المتحركين يعني لو كانت السيارة الأولى A والسيارة التانية B فبنقول إن هنا كده السرعة أو الفرق ما بين A و B بالنسبة للجسم بتساوي السرعة النسبية طيب إذا كانت هنا هنا طلعت السرعة بتاعتي النسبية بتساوي عشرين يبقى إذن لما أجي أقول إن سرعة الفعلية للسيارة اللي كانت ماشية هتبقى ستين علشان لما قانت رح ستين ناقص أربعين يطلع عندي عشرين اللي هي السرعة النسبية تمام يا أولاد؟ هذه الاختيرات بتاعتنا يا طرح هي عشرين ولا أربعين ولا ستين ولا تمانين لا هي ستين يبقى أحيانا لما بيجيب لي في السؤال المسألة ما بيمشيش بالقانون بالترتيب أو يجيب المجهول الأول من القانون ويبدأ يقول لي المجهولين التانيين مثلا إيه أو كده لا هنا بيقول جاب حسب هو السرعة النسبية ولكن أحد السيارات اللي كانت ماشية مع سيارة المراقب مش عارفها ما جاب ليش السرعة بتاعتها فابتدي أنا أحسب فاكتب القانون الأصلي وابدأ أتعامل معاه بنقل الإشارات زي ما أنتوا عارفين واجيب المجهول التانيين يبقى هنا تكلمنا عن السرعة المتوسطة وكلمنا عن السرعة النسبية وزي ما أنتوا شايفين كده ماشيين بخطوات تقريبا في مراجعة الوحدة الأولى بتاعتنا اللي هي كانت بتتكلم عن الحركة بأنواع اللي أخدنا فيها السرعة واخدنا سرعة بأنواحها سواء كانت السرعة النسبية أو السرعة المتوسطة وكلمنا كمان على العجلة والقميات القياسية والكميات المتاجة ده كانت تلات دروس اللي هما في الوحدة الأولى هنرجع تاني ونكمل أسئلتنا فبنقول هنا جزء بقى على الأسئلة بتاعتي اللي هي للوحدة التانية اللي هي كانت بتتكلم على المرايا والعدسات ولو تتكروا مهم جدا يا أولاد إن احنا نراجع رسم الحالات الستة سواء كانت للمرآة مقعرة أو للعدسة المحددة تعرف موضع الجسم بالنسبة لكل مرة بيودع فيها الجسم أمام العدسة أو أمام المرآة وتعرف كل مرة صفات الصور المتكون ودي طبعا إحنا كنا عملناها ورجعناها مع حضراتكم وشفنا لها أسئلة كتير أولادنا وحلينا عليها السؤال بتاعي هنا جايب برضو حالة من حالات الرسم اللي حط فيها الجسم قدام المرآة ويبدأ يشوف مرآة مقعرة هنا ويبدأ يشوف يا طرق الصورة اللي هتتكون لهذا الجسم بتتكون فيه نجاح فبيقول إذا وضع جسم على بعد 50 سنتيمتر من مرآة مقعرة بعدها البقري 20 سنتيمتر بعدها البقري 20 سنتيمتر طيب أنا لما حط الجسم بقى على بعد 50 يا طارا هيبقى فين طيب إحنا اتفقنا أن أنا عندي 3 نقاط أساسية بتبقى موجودة على المرآة أول نقطة اللي هي النقطة اللي بتتوسط سطح المرآة اللي هي قطب المرآة تاني نقطة بحددها هي البعد البقري أو نقطة البقرة وكمان مركز تقوّر المرآة تمام كده؟ والخط المستقيم اللي بيصل بهم هم التلاتة بنقول عليه المحور الأصلي طيب أخذنا علاقة بتقول إن مركز أو نصف قطر تقوّر المرآة بيساوي ضعف البعد البقري ضعف البعد لإيه؟ البقري طيب إذا كان هنا البعد البقري بيساوي 20 سنتيمتر والجسم موضع على بعد 50 يبقى إذا مركز التقوّر هيكون على 40 يبقى الجسم هيقع فين؟ هيقع في مكان أكبر من البعد أكبر من نصف قطر تقوّر المرآة يبقى هنا البعد البقري عند 20 مركز التقوّر عند 40 الجسم هيضع هنضعه فين؟ قبل مركز مركز لتقوّر المرآة أو نصف قطر لإيه؟ تقوّر المرآة طيب الصورة بقى إيه اللي هتتكون؟ هتتكون فين؟ تعالوا كده نشوف بيقولي الصورة اللي هتتكون هتبقى على بعد أكبر من 40 سنتيم ولا أكبر من 20 سنتيم وأقل من 40 سنتيم هيساوي 20 سنتيم أقل من 20 سنتيم هنا بيقولي احسب كده الصورة اللي هتتكون عندك لو أنت حطتها على بعد 50 سنتيم تمام؟ طبعا أكبر من 40 سنتيم ده محتاج أنت كويس قوي في الحالة دي لأن أنت هنا مش هترسم ده أنت بتختار فهتبقى زي ما قلت لكم من شوية محتاجين جداً نبقى عارفين حالات المرآة رسمينها ومتضربين عليها كويس وعارفين صفات الصور المتكونة في المواضع المختلفة أمام إيه؟ أمام المرآة وكمان بالنسبة لمين؟ للعدسة احنا قلنا هنا المرآة المقعرة وهنا العدسة إيه؟ المحدبة هنا عندي حالات وهنا عندي الحالات طيب أنا فاكرة كويس أن احنا لما جينا رسمنا وحطينا الجسم على بعد أكبر من البعد البقري إن الصورة بتاعتي تكونت ما بين مركز التكور وما بين البعد البقري معنى كده إيه؟ معنى كده أن هي هتبقى أكبر من 20 سنتين تمام؟ وأقل من 40 سنتيمتر يبقى إذن هنا الصورة اللي تكونت تكونت ما بين مركز التكور والبعد البقري في الجزء ده يعني أكبر من البعد البقري وأقل من نصف كتر تكور المرآة طيب حالة مرضية بتسبب صعوبة في الرؤية نتيجة لإعتام عدسة العين يحدث من الحالات احنا خدنا حالات مرضية ثلاثة وقلنا فيهم بنستخدم فيهم العدسات لتصحيح النظر وعلاج الأمراض دي فكان في من أحد هذي الأمراض اللي احنا درسناها في الترمي بتاعنا السنازي هي مرض يسبب إعتام للعدسة بتاعة العين وبيقدرش يشوف الرؤية مش واضحة بالنسبة له اللي احنا سمناها إيه؟ تعالوا نشوف كده الاختيارات بتاعتنا ونشوف كده هيقول إيه قال لي طول النظر قصر النظر المياه البيضاء اللي هي الكاترقت يا طرق جابتك أني واحدة بدول طبعا طول النظر وقصر النظر احنا قلنا إن هو بيشوف الجسم ولكن بيشوفه بشكل تشوه إذا كان حتة لما نقول المريض ده عنده طول نظر لو الجسم قريب منه بيشوفه مشوه مشوه الصورة مش واضحة مش كلير كده مش باينة قدامه محتاج إن هو يبعد الجسم شوية عشان يقدر يشوف الصورة بشكل واضح يبقى إذا مش دي إجابة بتاعتنا ييجي يقول قصر النظر قصر النظر قلنا لو هو عنده قصر نظر ما يقدرش يشوف الجسم من بعيد ولكن يشوف الجسم من قريب لازم يقرب الحاجة من عنيه قوي عشان يقدر يشوفه يبقى إذا هنا الإجابة بتاعتي هتبقى المياه البيضة ودي إن قلنا بتتكون على عدس في العين للأسف وبتسبب اعتام يعني الرؤية ما بتبقاش واضحة كأن العدسة عليها حاجة مضلموها كده شوية يعني زي غشاء كده على العدسة بعد كده عندي القطعة الضوئية التي تكون صورة مقلوبة مساوية للجسم هي نقط القطعة الضوئية اللي بتكون صورة اللي بتكون صورة مقلوبة مساوية للجسم أوكي طيب تعالوا نشوف كده هل هي العدسة المحدبة ولا هي العدسة المقعرة ولا هي المرآة المقعرة هنا حاطتلي سؤال بيقولي القطعة الضوئية فاكرين كنا بنقول مين هي القطعة الضوئية تمام هي العدسات قلنا إن هي جسم شفاف لما بيسقط عليه الضوء بيحصل له عملية انكسار ولما بينكسر الضوء بتتكون الصور وعرفنا عندي نوعين سواء كانت العدسة المحدبة أو العدسة المقعرة يبقى إذن لما قولي أولاد قطعة ضوئية يبقى هنا أقصد بيها هي العدسات تمام؟ مش المرآة ولا حاجة فهتبقى إيجابتي هنا هي العدسة المحدبة تمام؟ طيب يبقى هنا الأسئلة بتاعت اختيار من المتعدد زي ما احنا شفنا كده ضمت أسئلة عن الوحدة الأولى وأسئلة عن الوحدة التانية الجزء الأولان يا أولاد يعني ما كانش فيه مسائل ولا كانش فيه كان بس اختيار من المتعدد الجزء التاني إن شاء الله من مراجعة الوحدة دي لسه ليها جزء تاني إن شاء الله هنراجع فيها ناخد بعض الأمثلة لمسائل على السرعة وهناخد برضو أسئلة عدد تعالوا مع بعض نشوف نوع تاني من الأسئلة تمام؟ ونشوف كده هنعمل فيها زي ما اتفقنا وقلنا إن المراجعة بتاعتنا كان فيها جزء من أسئلة الاختيار من المتعدد تعالوا نشوف برضو أسئلة نوع تاني من الأسئلة وهو سؤال علل بما يأتي سؤال علل بعض الناس بتقلق منه شوية لإني هتذكروا السبب أو ده لكن هي أسئلة كلها إن شاء الله بسيطة وإن شاء الله تلاقوا سهولة في حلها السؤال الأول بتاعنا بيتكلم بيقول تعتبر العدسة المحدبة عدسة مجمعة ليه؟ العدسة المحدبة بنقول عليها إن هي عدسة مجمعة لطبعا الأشعة هقوله ليه؟ لأنها تعمل على تجميع الأشعة الساقطة قبل ما تسقط قبل ما تقيه ما تسقط عليه عدسة عندي المحدبة لما بحطها ويجي أشعة بتسقط على العدسة المحدبة بتعمل على تجميعها وزي ما قلنا بتتجمع كلها في نقطة واحدة اللي هي البقر السؤال التاني عندنا بيقول ايه لعلل برضو بيقول ان الكتلة والطول والزمن من الكميات الفيزيائية القياسية طب تعالوا نراجع كده الكميات اللي هو الفيزيائية اللي هو من دهالنا ونشوف هي بالفعل كميات الاول كده قياسية ولا لا الكتلة تمام والطول والزمن حلوة طيب اتفقنا ان هم كميات قياسية طب ليه بقا شو هاني سؤال بيقول يعلل طيب هقوله اصلا احنا اتفقنا من البداية في تعريف الكميات القياسية ان الكمية القياسية هي عبارة عن كمية بيحتاج لتحددها مقدرها فقط بس مش محتاجين فيها لا مقدار والتجاه ولا الكلام ده كله فقوله كده لانه يلزم لتحددها بالضبط معرفة مقدرها فقط طيب تعالوا نشوف سؤال كمان من الاسئلة بتاعتنا فبيقول يستحيل الحصول على صورة حقيقية باستخدام عدسة مقعرة ليه الاستحالة دي جات ليه يا ترى ليه العدسة المقعرة مقدرش احصل منها على تعالوا نشوف كده ان الاشعة لما بتسقط على العدسة المقعرة بتعمل ايه بتعمل على تفريق الاشعة بتاعتها صح؟ لان احنا عدنا العدسة محدبة ومجمعة اما العدسة المقعرة هي مفرقة للاشعة فبالتالي لما بتسقط الاشعة عليها بيحدث ان الاشعة بيحصل لها ان هي بعد انكسارها بتتفرق فبعد كده هتكون ايه؟ قال لي اكيد لما يجا كون صورة الصورة دي هتبقى ايه؟ هتبقى من طلاق الاشعة الضوئية الايه؟ المنكسرة فبالتالي هيكون استقبالها على لا يمكن استقبالها على حائل طيب سؤال تاني لا تتكون صورة لجسم الموضوع عند بؤرة المرآة المقعرة يطرى ليه؟ قال لان الاشعة الضوئية بتنعكس متوازية الى ما لا نهاية فمنين هتلتقي؟ ادام مش هتلتقي الاشعة ايه بايزا مش هتتكون صورة ايه بايزا هنا هقوله ان هي بيحصل ان الاشعة بتنعكس متوازية في ما لا نهاية ولا تطلاقة فبالتالي لا تتكون صورة احنا بكده عرضنا عليكم نموذج لأسئلة علل تعالوا مع بعض كده نشوف اخذنا نمازج لأسئلة اختيار من متعدد النهاردة واخذنا كمان أسئلة علل وشفنا ازاي بتتعدد الأسئلة وشفنا ازاي بنقدر نوصل للإجابات بتاعتنا وزي ما قلت الحبابكو النهاردة كنا بنراجع الوحدة الاولى والتانية وهنستكمل ان شاء الله كمان مراجعتها ان شاء الله في الحلقة اللي جاية بحيث ان انتوا يبقى عندكم وقت كافي لمراجعة الوحدة كده بنوصل لآخر حاجة في حلقاتنا النهاردة بشكركم واشوفكم ان شاء الله في الحلقة اللي جاية ان شاء الله شكرا لكم